يعطيكم العافية بنكمل إن شاء الله بمادة المواطنة بالفصل الثاني بمفهوم ما هو المقصود أو كيف تتم عملية إدارة الخلافات بداية ما هي الخلافات؟ الخلافات هي عبارة عن اختلاف بوجهات النظر أو اختلاف في المصالح أو اختلاف على تحقيق أهداف معينة أو اختلاف على سياسات أو اختلافات بمشاعر اختلافات بقيام اختلافات بمعلومات علمية كلها هي عبارة عن طبيعة أو طرق من طريق طرق الخلافات بالعموم تحدث الخلافات نتيجة تعارض في المصالح أو عدم اتفاق بين الأطراف فيحث في إعاقة تحقيق هذا الخلاف يقلل من عملية إعاية تحقيق الأهداف والمتطلبات وسياسات الطرف الآخر ويرجع علماء النفس أسباب نشوب الخلافات إلى تضارب في الأهداف بمعنى إذا صار في اختلافات ما بين الأشخاص هناك كان في تضارب في الأهداف ما بين هدول الأشخاص وأيضا في بعض الأحيان ممكن يرافقها اختلاف بتفسير سلوك بتفسير الحقائق اختلاف بالشعور بمعنى بعض الأشخاص بصير في عندهم مشاعر سلبية ضد أشخاص آخرين وأيضا يرافقها اختلاف بالقيم والفلسفات والتنازع على الموارد المشتركة تؤدي الخلافات إذا لم يتم إدارتها بشكل مناسب إلى خلل وظيفي ونتائج غير مرغوب فيها إذا ما تمت عملية الإدارة بشكل جيد هاي الخلافات تنعكس وتصبح نتائجها غير مرغوب فيها مما ينعكس على نشوب العدوات عدم التعاون بين الأفراد العنف وتدمير العلاقات ممكن إنها توصل إلى فشل المؤسسات أما إذا تم إدارة هذا الخلاف بشكل جيد هاي الخلافات تحفز على الإبداع تحفز على الإبتكار وتحفز على التغيير وتحسين العلاقات بين العاملين في المؤسسات أما اختلاء الخلافات تماما من المؤسسة فإنه يدل على الركود وعدم الاستجابة للتغيير ولا مبالا يصنف الأفراد حسب تفاعلهم مع الخلاف إلى خمس أصناف الصنف الأول هو صنف سلوكه يشبه سلوك سمك القرش بمعنى إنه هذا الصنف أو هذا الشخص يسلك سلوك هذا السلوك بيكون سلوك بده يلتهم جميع الآراء اللي بتكون تصدر من أشخاص غيره بمعنى بده يعني ينفي وجود أو يلغي وجود الأشخاص الآخرين بالضبط كأنه يلتهمهم الصنف الثاني بيكون تفاعله تفاعل بطيء جدا واستجابة بطيئة جدا بردود أفعال بطيئة جدا يطلق عليه اسم صنف السلحفة الصنف الثالث هو الثعلب بمعنى يكون تفاعله مع هذا الاختلاف تفاعل ماكر فيه مكر وفيه نوايا مبطنة وبتكون نوايا غير معلنة الهدف من خلالها الحاق الضرر بالأخرين الصنف الرابع بيكون يسلك سلوك الدب الوديع الدب الوديع بيكون سلوك منطقي وسلوك يعتمد على التعاون والصنف الخامس هو سلوك البومة سلوك البومة بيصير فيه ركود بيصير فيه عدم استجابة من الطرف الآخر وكأنه عبارة عن بيكون شخص مراقب للأحداث وما يحدث ما هو المقصود بالخلاف؟ زي ما كنت حكيت الخلاف هو عبارة عن تغاير في وجهات النظر تغاير في المعلومات في السياسات في المشاعر اختلاف في وجهات نظر في طريقة فلسفية معينة يؤدي هذا الاختلاف إلى سببه الرئيسي بيكون اختلاف في تحقيق الأهداف واختلاف في عملية إيصال الأفكار للجمهور أو للطرف الآخر شو هي طرق إدارة الخلافات؟ لدينا ثلاث طرق يمكن الاعتماد عليها أو يمكن استعمالها لإدارة الخلافات الطريقة الأولى هي السيطرة بمعنى حصول أحد الأطراف على ما يريده وهي في معظم الأحيان بتكون سيطرة قمعية بمعنى أن هذا الشخص يميل إلى قمع ويميل إلى فرد رأيه وسيطرة رأيه على سلوك الطرف الآخر الطريقة الثانية هي عبارة عن وصول لخلول وسطة بمعنى إيجاد نقطة التقاء وسطية ما بين الطرفين اللي يوجد فيما بينهم اختلاف بوجهات النظر النقطة الثالثة الاندماج هو اندماج طرق الحلول أو اندماج الآراء والأفكار مع بعضها أما بالنسبة للأسباب الرئيسية لنشوء الخلافات أول مشكلة هي عبارة عن مشكلة التواصل بحيث يمكن تكون مشكلة التواصل أن أحد الأفراد هو شخص عديم التواصل أو قليل التواصل مع الطرف الآخر مما يؤدي لما بيكون هذا الشخص التواصل القليل أو ذو طريق التواصل ما بيكون ذا خفاءة جيدة يؤدي إلى نشوء الخلافات لأنه الشخص لما بيكون مقل في كلامه مما يؤدي إلى عدم إيصال الأفكار المطلوبة أو وجهة نظره الصحيحة للطرف الآخر مما يؤدي إلى مش بس فقط نشوء الخلافات بمعظم الأحيان تفاقم هاي الخلافات السبب الثاني هو عبارة عن الهيكل المؤسسي بمعنى كل مؤسسة يوجد فيها أو تتكون من سلم وظيفي ومن سلم هيكلي تسلسلي ممكن تحدث هاي الخلافات إذا الشخص تجاوز السلم أو الهيكل المؤسسي ووصل لشخص أعلى منه بطريقة غير رسمية النقطة الثالثة هي عملية الاختلافات الشخصية الاختلافات الشخصية وما يطبعها من اختلافات في السلوك من اختلافات في وجهات النظر من اختلافات في طريقة تفكير الأفراد مما يؤدي إلى نشوء الخلافات بين الأفراد ما هي استراتيجيات إدارة الخلاف؟ بداية أولا تحرير الخلاف بمعنى تفريغ الخلاف عن طريق كتابة الأسباب المهمة للخلاف وترك الأمور الجانبية ويتم خلال هذه الطريقة امتصاص للغضب وتهديئة الأوضاع بين الطرفين طريقة ثانية استراتيجية مقاومة سايكولوجية كلا بمعنى استبدالها بسايكولوجية نعم عن طريق طرح أسئلة إجابتها نعم وبذلك تخفيف سايكولوجية كلا فعندما يقرر الفرد أو يكرر الفرد نعم يصل إلى مرحلة يقبل فيها الشيء الذي كان يقول عنه كلمة لا ثلاثة استراتيجية المستقبل بمعنى لا تتكلم عن سلبيات الماضي بل حولها إلى طلبات أربعة استراتيجية الابتعاد عن لغة العدوات هي لغة بمثل هي لغة الأوامر مثل لغة القضاء والمحامين والشرطة فالتأثير في الفرد بواسطة الأدب يكون أكبر من التأثير بواسطة العنف والأوامر خمسة استراتيجية كسر الخلاف أي حصر الإيجابيات والسلبيات معا بدلا من وضع الخلاف والأمور السلبية نصب أعيننا ونتناسى بقية الأمور وجدت الدراسات بأنه للتغلب على أي انفعال من انفعالات الغضب وانفعالات والإهانة هي السكوت بداية لأنه يمتص الغضب ثم مناقشة أسباب الخلاف جميعها بكل هدوء وبكل أريحية جاتي كمي لعفية